مهم كمان ان احنا نقول ان فيه تلات حاجات كانوا بصمة موسيماني زي ما احمد قال لكم فكرة طريقة اللعب ده خيار فني خاص بالمدير الفني بشكل كامل انا اللي غيرت طريقة اللعب في المباراة زي دي موضوع فيه ريسك ان قفشة يلعب طرف وانك تلعب باتنين مهاجمين بس الريسك ده اتحول لتلات اهداف اذا هنا اللي اختيار في طريقة اللعب كان مثالي توقيت الاهداف كان مثالي وكمان ادارة المباراة على مستوى التغييرات مثالي والتعامل مع الارضية الترتان بدنيا واستهلاكك وتأسيمك للمباراة لأشواط داخل المباراة كان ايضا شيء مثالي هنا موسيماني في المباراة دي مش بس تفوق لا ده الاهم ان هو عدل كتير من الحاجات اللي وقفنا عندها قبل كده يبقى ده المطلوب من المدير الفني مش انه ما يبقاش فيه سلبيات انه يبقى فيه تصحيح للسلبيات دي عشان نشوف نتيجة عظيمة زي ما قلنا احمد وكمان موسيماني لأرقام خاصة في المباراة دي بالتأكيد موسيماني لأرقام خاصة موسيماني بيلعب تسع مباريات مع النادي الاهلي في البطولات الافريقية او في بطولة دوري ابطال افريقيا البطولة المحببة للنادي الاهلي هزيمة واحدة فقط لغير امام سنبا الاهم من كل ده ان بيتسو موسيماني في قيادته للنادي الاهلي لعب اربع مباريات خارج الديار او خارج مصر فاز في تلات مباريات هزيمة واحدة فقط لغير زي ما قلنا احرى ستة اهداف واستقبل هدف واحد ستة واحد بيتسو موسيماني فاربع مباريات اعتقد رقم مهم جدا رقم بيعكس شخصية المدير الفني ان احنا كان عندنا بعض المشكلات دايما فاننا لما نلعب خارج ملعبنا بتكون النتائج دايما مش في صلاحنا من اربع مباريات تحت ادارة بيتسو موسيماني بنحقق الفوز في تلات مباريات اعتقد رقم لازم نقف عنده ورقم يخلينا نهدى شوية عن مدير الفني تخيل مدير فني بيجيلك في الدور قبل النهائي بيحسن دوري ابطال افريقيا مدير فني بيلعب مباراتين يحسن بيهم مسابقة كأس مصر بيروح يلعب كأس العالم للاندية واقصى اللي تقدر تحققه خاصة وانت بتواجه بيرون وينغ في الدور قبل النهائي هي المدالية البرونزية فبيحققها يعني العلامة الكاملة من التلات بطولات اللي شارك فيهم يقدر يتصدر دوري المسابقة المحلية لو فاز من برات المؤجلة فبالتالي مدير فني زي ده على الاقل لازم تصبر عليه تماما حتى نهاية الموسم القيمة المضافة للفريق وهو محمد مجدي افشة كان لنا كلام هنا خاص في الحلقة اللي فاتت عن افشة محتاجين نستكمله لسبب زي ما قلنا لكم مفيش لاعب انت كمشجع ما تنتظرش منه الافضل حقك انتظر من اللاعبين الافضل وانه يقدوا اكتر ما عندهم وده شخصية لاعب الاهلي وشخصية جمهور النادي الاهلي ولكن في نفس الوقت ماينفعش انت اللاعب بتاعك تبدأ تروج لفكرة اتكلمنا فيها خطيرة جدا وهي ان افشة يعيش على ظلال القضية قلنا معاكم المرة اللي فاتت ان افشة في دوري ابطال افريقيا كان في ثلاث مباريات ساهم في هدفين في مبارتين حنيجي بقى النهاردة افشة مع المباراة بتاعت فيتا اصبح لعب اربع مباريات في دوري المجموعات ساهم في اهداف في ثلاث مباريات سجل امام فيتا وسجل امام المريخ وصنع امام فيتا سيمبل فريق الوحيد اللي افشة لعب قدامه دقائق قليلة جدا وما سجلش هنيجي بالنسبة للدوري المصري قلنا ان افشة مساهم في اغلب مباريات الدوري المصري للنادي الاهلي هنا اللاعب اللي يستحق الدعم لما بنيجي ندور بنقول افشة عنده افضل ولكن مين في مصر في مركز افشة ممكن يا احمد نتكلم ان انت تقدر تحطه قبل افشة في الترتيب مين بس كده بالزبط ومتفقين على ده اذا بنقيم افشة في الاطار ده مفيش لاعب تحس ان فيه جاب بينه وبين افشة بالعكس اقولها بكل اريحية افشة في المكان ده حاليا هو اللي بيبعد عن اي حد خصوصا ان هو اللي لعب اخر مباراة اساسي منتخب مصر كمان واخد الثقة حتى عبدالله حفيزي اللي من لعبين المميزين اللي كنت بتكلم عليهم في المركز ده في افريقيا لما الناس شافته مع الرجاء اتكلمت بشكل معقول جدا عندك لاعب حتى لو بصينا داخل القرة في المركز ده مش هنلاقي لاعبة يا اسامة اسماء كتير تقدر تقول لا ده فيه فلان ممكن نجيبه فيه فلان ممكن نجيبه فازا انت محتاج تحافظ على افشة بالتأكيد وافشة لازم يتوصل له رسالة مهمة جدا بعض من غضب جماعير النادي الاقلي بيكون ثقة فيك بيكون بيطالب ان انت توصل لاعلى مستوى بيضعوك على درجة واحدة من المقارنة مع محمد ابوتريكا اعتقد دي مقارنة بتكون صعبة جدا ولكن انت على الاقل قادر تقدم نسخة لصانع الالعاب اسمها نسخة محمد مجدي افشة النهاردة بعد ما كان فيه عدالة من الكاف بمنحك افضل لاعب في الجولة التالتة النهاردة ايضا عدالة الهية بعد الفرصة اللي ضاعت في ديها 88 بتسجل هدف من صناعة مجدي افشة الهدف اللي صنعه عمر السلية اللي برضو عمر السلية بيتعرض لبعض الانتقادات ولكن الحقيقة لما نشوف النهاردة كرة الهدف بأفشة مع عمر السلية هنلاقي ان عمر السلية من وانتوتش او من لمسة واحدة قدر يخلي مجدي افشة في وجه مباشر مع المرمى طبعا افشة اتأخر الدرجة لكن قدر يرقص اللاعب لو نعرض الصور دي كرة طبعا جونيور اجاييه بيدغط ومعايا عمر السلية عمر السلية بيستلم الكرة وانتوتش على طول افشة بقى في اتجاه المرمى وقف الكرة فالمدافع قدر يزبق ترئيسة لأفشة وتصويب بمنطقة القوة ومنطقة الدقة ومنطقة التوفيق يجي صالح افشة في مباراة مهمة جدا خارج الملعب عشان يسجل الهدف التاني وارد تقول دي صدفة من عمر السلية لكن لو رجعنا المباراة المريخ هنعرف ان الموضوع ليس صدفة اطلاقا عمر السلية صنع نفس الهدف بالزبط وبنفس الطريقة ومن لمسة واحدة وتقريبا كوبي بيست من السيست اللي عمله لأفشة لولتر بواليا هنا فيه ضغط شوف عمر السلية قافل زاوية ده هو اللي ضاغت في اخر الملعب هتتمرر القرى عمر السلية بيضغط بيحاول وسط اتنين ياخد القرى هتعلى القرى عمر السلية برضو وانتتش بيحط وولتر بواليا مع المرمى وولتر بواليا بيسجل اول اهدافه الافريقية فلما يتكرر الامر في مباراتين بينهم مباراة واحدة اللي هي فيتا كلب الدور الاول او الزهاب اعتقد الموضوع من الصدفة واعتقد كمان لو ركزنا مع بيتسو مسماني لعبين كتير لما بيوصلوا لنص الملعب وقبل نص الملعب زي بدر بنون دايما بيحاولوا لعبه القرى اللي بتقطع كل الخطوط عشان توصل بالمرمى واعتقد بيتسو مسماني مركز على النقطة دي تحديدا بعد مباراة بايرن ميونيخ لما تعلم من بايرن ميونيخ وقال عندهم لعبة لو احنا تعلمناها تفرق كتير اعتقد دي اللي بتتنفذ فزي ما بنقول بندعم افشا وافشا بيدي استجابة عمر السلية بنقرنه احيانا بحسام غالي ولكن الحقيقة عمر السلية ايضا في مركزه عامل مساهمات كبيرة جدا الدور اللي فات كان نجم بالتأكيد من نجوم الفريق ومسجل في النهائي فعمر السلية ايضا محتاج دعم لان يقدر عمر السلية يصنع الفرق اشتركوا في القناة